اتكشفت مصادر في الجيش الليبي عن تفجير تنظيم داعش الإرهابي للجسر البحري الرابط لمنطقة سابري مع شمال شرقي مدينة بنغازي خشية تقدم جيش الليبي وعمليا لتحرير المنطقة الواقعة شمال مدينة بنغازي تعتبر هذه المرة الثانية التي يقدم فيها تنظيم المتطرف على تفجير جسر بذات المنطقة خلال أبريل الجاري وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري بأن داعش قام بتفجير الجسر في محاولة يأسة منه لمنع تقدم القوات المسلحة عانى تنظيم داعش في ليبيا من حالة ارتباك بين صفوفه بسبب تعدد قنوات الاتصال بين مركز التنظيم في العراق والقيادات في ليبيا الأمن الذي عجل بفشله في ليبيا الزمي جمال العربي والتفاصيل بحسب مصادر أمنية ليبيا لأخبار الآن أن من بين أهم الأسباب التي أدت إلى فشل داعش في ليبيا هو الصراع الداخلي على الزعم بالإضافة إلى سوء التنظيم والتواصل مع الفرع الأن في العراق ففي السابق كانت الاتصالات تنحصر بين مكتب زعيم داعش في العراق والشام أبو بكر البغدادي وقائد داعش في ليبيا الملقب بالمدهوني إلا أن إبعاد هذا الأخير عن القيادة فتح قنوات مباشرة بين مكتب البغدادي وسبعة من قيادة داعش على الأقل في ليبيا أربك خطط التنظيم وتراجعت الاتصالات بين قيادة التنظيم في ليبيا ومكتب البغدادي أدى إلى خلل في صفوف التنظيم ووفقا لما أدى به دواعش محتجزون لدى السلطات الليبية فإن مكتب البغدادي ارتكب خطأا كبيرا مع التنظيم في ليبيا منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي حين غير طريقة التواصل مع قادته فكان مكتب البغدادي وبواسطة رجل في العراق يدعى ياسين يتواصل فقط مع المدهوني إلا أن فشل هذا الأخير في الاحتفاظ بمدينة السيرت مركزا لتنظيم جعل من ياسين يتدخل بالتواصل مع عدة قيادات لإدارة الأمور في ليبيا من وراء الحدود إن تواصل مكتب البغدادي مع قيادات مباثرة في الصحراء وعلى السحر الليبي وغياب القيادة الواحدة تسبب في ارتباك العمل هذا بالإضافة إلى الضربات التي تعرض لها مركز التنظيم في الموصل أدت أيضا إلى تراجع التنسيق بين قيادات داعش في ليبيا مقارنة بما كان عليه الأمر من قبل اشتركوا في القناة